وخلال كلمته أمام جامعة بلجراد دعا الرئيس السيسي إلى تسوية الأزمة الأوكرانية سلميا وأكد الرئيس السيسي أن ثوابت الموقف المصري من الأزمة الأوكرانية ترتكز على أهمية تناول كافة الصبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل ديبلوماسي وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وبما يجنب شعوب العالم الأثر السلبية للأزمة وكما نواجه قضائنا الإقليمية نسعى أيضا إلى معالجة القضايا الدولية حيث يشهد العالم منذ بداية العام الجاري عواقب السمر للأزمة الرهينة في أوكرانيا وترتكز ثوابت الموقف المصري من هذه الأزمة على أهمية تناول كافة الصبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل ديبلوماسي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وبما يجنب شعوب العالم الأثار السلبية للأزمة ترجمة نانسي قنقر